السلام عليكم في عام تسع وتسعين في بابل العراق في اشقاء اثنين واحدين قال لعبد القادر والثاني مقدام اتفقوا انهم يسافرون الى الاردن يدورون الرزق والعيشة وعارفين في ذاك الوقت العراق كانت الاوضاع ما هي مستقرة المهم ما لكم بالطويلة سمع بالسالفة واحد من عيال عامهم ينقال له فوزي فوزي عنده دعش ولد ووضع المادي تعبان جدا فراح كلم عبد القادر وكذلك اخوه مقدام قال لهم انا بروح وياكم انا وضعي تعبان وابي اشتغل اي شي خراس ما انا يادر اوفر لقمة العيش حق عيالي قال له لحياك الله تعال ما عندنا مشكلة معانا محمول مكفول على قراتهم بنفس السيارة اللي تودينه اركبيانا وحنا نوصلك هناك عندك شغل معين قال لا والله انا بدور هناك قال له لحياك قال باخذ معاي اعيالي الاثنين الكبار ما شاء الله عنده داعش ولد في منهم صغير وفي منهم الكبير وفعلا ويروحون للاردن عبد القادر واخوه مقدام اشتغلوا في محل حلاقة وهذه كانت مهنتهم ايام ما كانوا في بابل اما فوزي وعيالي الاثنين اقعدوا ويدورون الفترة طويلة الى ان لقوا رجل عنده مخبز والمخبز هذا يوم يشتغل واربع يوقف ما عنده عماله فعرض عليه فوزي قال ليب انا اشتغلك في هالمحل وانت دير المحل وانا يكون موجود انا وعيالي قال حياك الساعة مباركة اوه فعلا شغل المخبز وسبحان الله رب العالمين در عليهم الخير والارباح صار المخبز يشتغل 24 ساعة ما لكن بالطويلة وتعرفون واحد لما يكون في ديره ما هي ديرته يحاول يشوف احد من جماعته يقعد وياه يسولوا فيها فعلا كان فوزي كل يوم الثاني يروح محل الحلاق اللي يشتغلون فيه عيال عمه عبد القادر واخوه مقدام يتسامر معاهم والسوال وفي من هالكلام عام 2002 كان فوزي خلاص ناوي انه شطب ويترك الاردن ويرجع الاهلة في بابل فيقعد يسولف وياه عيال عمه قالهم ترى انا خلاص عزمت اني هاليومين اللي جايين هذول خلاص صراحة يسلم المخبز حق صاحبه وباعتذر منه انا ماني قادر اكمل شغل وباروح عيالي هناك في العراق يعني محتاجيني وانا الحمد لله جمعت لي مبلغ قعدوا يضحكون عبدالقادر ومقدام يا فوزي يعني شنو جمعت يعني قالهم والله عندي 1800 دولار ترى 1800 دولار في عام 2002 كانت تسوي شيء خصوصا لعائلة بسيطة مثل عائلة فوزي فاستغربوا وعبدالقادر ومقدام قال هذا من شاء الله من وين جمع 1800 دولار وهو شغال في مخبز فيسولف لهم يقول لهم انا لدرجة اني خايف عليهم ما نقادر اخبيهم داخل البيت ولا داخل المخبز ولا عارف وين اودي فلوسي دائما محتفظ فيهم حاط حزام تحت ملابسة وقعد يوريهم يوري عيال عم قالهم شوفوا ممصدقيني هذول اللي فلوس شوفوا انا جمعهم دايما هني المهم راحت السوال وكذا خلصوا سهرتهم رجع فوزي حق عياله قعدوا عبدالقادر ومقدام يفكرون بينهم بين نفسهم شذي فواحد طالع الثاني قال هذا شلون جمع 1800 دولار قال والله ما عدري قال اش رايك ناخذهم منه قال ها هذول عبدالقادر ومقدام مشتغلين صالهم ثلاث سنوات كل يصرفون فلوسهم على اللعب وعلى الدمار ما كانوا يفرون شيء ولا يرسلون لهم شيء ولا كانوا جادين أصلا في عملية الشغل فاطمع ابو فلوس والدعمهم هذا فوزي فقال شلون يعني شلون يا عبدالقادر شلون تبينا نسترقى يعني شون ناخذ من الفلوس قال ش رايك إذا جاء يوميا يجينا بالليل هني ش رايك ناخذ من الفلوس غصب ونذبح وما حد يدري مقدام قال جد والله قال ايو والله خلي تبي الفلوس انت ولا لا ترى اذا راح فيهم العراق خلاص بعد ما راح تشوف الفلوس فرصتك ترى رجال يوميا بيمشي مقدام قال لا اوكي انا ما عندي مشكلة عبدالقادر قال لا خلاص خلنا نجهز الخطة قال شلون قال اذا جانا بكرة يسهر عندنا كالعادة انا يكن نط عليه نمسك واحد كتف قال لا اوكي شا قاموا يسوون عبدالقادر ومقدام قاموا يحفرون حفرة عندهم المحل هذا ما الحلاقة وجنبه نفس المستودع داخل لكن يطلع على المحل من الخلف يعني النفس الحوش الصغير يعني يحطون فيه مثل اغراض وكذا فقاموا احفروا حفرة عميقة جدا فيه الحوش هذا الصغير اللي داخل المحل محل الحلاقة وعلشان ما ينكشف امرهم قاموا يحطون التراب والمخلفات الحفر فيه خياش وداخلها كياس ما يبي يطلعونها برا المحل علشان الناس ما تنتبه او المحلات اللي جنبهم انها تستغرب ان هالتراب هذا من وين قاعد يطلع وعلشان بكرة اذا تم الاستعلام والتحقيق وكذا لحد ينتبه انه كان في حفر داخل المحل وهم ناوين يذبحون فوزي ويحطون داخل هالحفرة وفعلا وفعلا قاموا طول الليل يشتغلون على هالحفرة ويعبون بكياس وخياش لين جهزوها انتظروا اليوم الثاني بالليل ولا هذا جايهم فوزي على اخر الوقت والمحلات سكرت وقاعد عندهم يسهر كالعادة حطوا لشاي وسو الف وضحك وكذا فيقول عبدالقادر قال ها انت لحين حط الحزام فلوسك خايف عليهم يضحك ويأعيال عم واثق فيهم يقول ايه والله انا ما انام الا حاطهم بالحزام ابدا ما اشيلهم حتى انا نايم قال ها زين توام قام مقدام وسكر باب المحل استغرب فوزي قال لهم ليش قال لا لا احنا نسوي ترتيبات ننظف نسوي نفس السراميك والارضية حق الحوش هذا اللي داخل المحل قال ايه قال عشان ما نبي احد ينتبه ولا يسأل ولا كذا قال ايه ما في مشكلة وفعلا قام وسكر باب المحل شوي ويتغامزون عبد القادر واخوهم اغدام وينطون على ولدعمهم فوزي واحد ماسك دينه والثاني حاط ايده على رقبة فوزي الى ان فارق الحياة قام يصر اخي يا عيال عمي يا عيال عمي تكفون يا عيال عمي يا اخوان يتكفون اللين مات وخذوا الفلوس اللي عنده ورموا جثته داخل الحفرة اللي كانوا مجهزينها قاموا يحطون عليه الاتراب واليوم الثاني راح اشترى عبدالقادر اللي هو الاسمنت والصلبوخ والأوازم البناء هذي ابدا ما تحس انه فيه اصلا كان حفر في هالمكان هذا وفوق هذا حطوا فوقه نفس الكاشي او السرامي كحنا نسميه يعني كانت الجريمة مرتبة ابدا ما حد انتبه لكن اعيال فوزي اللي فقدوا ابوهم الليلة الماضية قعدوا يسألوا راحوا على طول محل الحلاق اللي يشتغلون فيه عيال عم ابوهم مرحبا عمي شلونك شاخبارك هلا حبيبي ابوي ما مر عليكم قال لا ولا ما مر علينا قال شلون ما مر عليكم امس بالليل مكان عندكم يسهر قال ايه امس بالليل تقصد صح كان سهران عندنا وبعد ما خلصنا سهران راح ليش الصاير قال يا عمي من امس ما جانا البيت وحن ننتظره قال والله انا ما ادري صراح كان عندنا امس بالليل فعلا وكالعادة يسهر عندنا ويمشي قال لا ماشي والعيال قاعدوا يدورون على ابوهم يدورون ما خلوا مكان في الاردن او مكان ابوهم اصلا يروح له اللي سألوا عنه لين يعجزوا راحوا بلغوا رجال الام رجال الام سألوا العيال عيال فوزي ابوكم متعود وين يروح قالوا ابدا ابونا دائما في الشغل ومرات يروح يسهر عند عيال عمه عبد القادر واخوه مقدام قاموا استدعوا عبد القادر تعالي عبد القادر لان المحل باسمه وانه مشتبهين انه فوزي كان يسهر عنده في المحل ما نادوا مقدام فقط عبد القادر لان المحل اسألوا عبد القادر قالوا لا يا عبد القادر فوزي دائما يسهر عندك في المحل صح ولا مصح قال اي نعم امس زاركم ولا لا قال اي نعم زارنا ونهاية الليل مش شكل عاد يعني وين راح قال والله ما ادري تأكد اسأل مني منك قال اقسم بالله ما ادري دا حينصار لكم يوم انت متأكد ما عندك خبر قال لا والله ما عندي خبر اطلغوا صراحة اعيال فوزي قلبوا الدنيا لكن كانوا شاكين منه ما عندهم مشتبه الا عبد القادر واخوه مقدام كل يوم والثاني عيال فوزي رايحين محل الحلاق يسألون عبد القادر واخوه مقدام عن ابوهم يا عمي الله يخليك ابونا وين يقول يا حبيبي كان عندنا وراح ترى بهذلتوني ودوقتوني وكل يوم والثاني مستدعيني داخل الشرط وتسألوني على الكلام هذا انا ما لي علاقة باختفاء ابوكم يمكن ابوكم هرب بالفلوس اللي عنده فانية يستغربوا اعيال فوزي واحد فيهم قال يا عمي انت اجدرك ان ابوي اصلا معه فلوس قال لان بلى لان اوه ما عجبهم الوضع المهم لما اي سو من العثور على ابوهم ارجعوا للعراق الى بابل هناك قدموا بلاغ للسلطات الامنية بالموضوع بالكامل قال ابونا اختفاء واحنا مش تبهين في ولد عمي قال عبد القادر واخوه مقدام صراحة ما احنا عارفين هل لهم علاقة في الموضوع ولا لا لكن ابوي ما يروح الا حق هالشخصين في الفين وثلاثة بعدها بسنة بعد سقوط صدام حسين رجع عبد القادر الى العراق معاه اخوه مقدام اول ما دخل العراق ولا مطلوب على قضايا امنية شنو السالفة قالوا لا قضيتك موجودة في بابل على طول القلقبض عليه واحالوه للتحقيق في بابل حققوا معاه وين ولد عمك فوزي اعيالا مقدمين فيك شكوة قال انا ما ادري وهذا اللي حصل واستجبوني في الاردن وكان زايرنا وراح كالعادة انا ما لي ذنب انا فقط لان المحل بسمي وهدول بالشيني في الموضوع اكيد قال اكيد بعد شهر من التحقيقات وحجزة افرجوا عنا مرة ثانية اعيال فوزي مو راضين يقتنعون بكلام عبد القادر راحوا البغداد للمحكمة الرئيسية او الادارة الرئيسية هناك عندهم وقدموا شكوة مرة ثانية في عبد القادر واتهموه انه وراء اختفاء ابوهم فوزي وفعلا تم القاء القبض على عبد القادر وانسجن ست اشهر ما اعترف ولا تكلم ولا قال الحقيقة بعدين تم الافراج عندنا للمرة الثالثة تعتقدون عيال فوزي سكتا ولا ما سكتا خلوها شغلة عشائرية مطالبات تعرفون هذه بين العشائر وكذا وصارت مشاكل ويتهددون على عبد القادر وعلى هلا وعلى جماعته من سنة الفين وثلاثة الى سنة الفين وعشرين وقبل اشهر قليلة احصلت واقعة كانت صدمة للجميع ثمانتعش سنة وفوزي دم راح هدر لكن سبحان الله المظلوم رب العالمين يجيب حقه ولو بعد حين شلي حصل في الفين وثلاثة لما رجعوا عبد القادر واخوه مقدام الى العراق سلموا المحل الى صاحب الملك الاردني طبعا صاحب الملك يأجر حق اللي بعده واللي بعده كل سنة سنتين هذا ياخذ يأجر ويسلم يأجر حق اللي بعده يحن يأجر فوق ست سبع اشخاص خلال السنوات الماضية في الفين وعشرين قرر صاحب الملك ان يجدد المحل ويسوي له ترميمات بالكامل لانه صار قديم لما بلشوا العمال يشلون الارضيات ويحفرون ويغيرون تكرمون المجاري الصحي الكهرباء ولا هذي جثة في الحوش اللي خلف محل الحلق انصدموا بلقوا رجال الامن في الموضوع يوم جول لطب الشرع والادلة الجنائية ولا هذي جثة لكن ما هم عارفين ما في ملامح آثار انسان قاموا وسجلوا بلاغ في الموضوع اسألوا صاحب المحل قالوا لهذه جثة منه قال انا ما ادري قال المحل هذا اصلا انا اجرى من اكثر من 20 سنة وكل سنة سنتين يأجرى مني واحد قالوا له زين يعني كم شخص قال والله كثير يعني قالوا له خلاص انتظر تقرير الطب الشرعي علشان نحدد لك السنة التقريبية لوفاة صاحب هالجثة وهني انت تعطينا عاد منه اللي كان مأجر المحل ديك السنوات قال اوكي وفعلا بعد ما قدر الطب الشرعي انه يحدد سنة الفين واثنين الفين وثلاثة تقريبية سنة الوفاة بلغوا رجال الامن رجال الامن قاموا يبحثون في السنوات هذه وتحديدا فيها المنطقة هذه في احد قدم بلاغ عن اختفاء شخص المهم قعدوا يبحثون ولا في شباب اثنين عراقيين مقدمين بلاغ عن اختفاء ابوهم ينقال لفوزي وانهم حققوا مع شخص ينقال لعبد القادر كان مشتبه في هالموضوع وتم الافراج عنه اتصلوا على صاحب الملك قالوا لشوف احنا بنسلك سؤال في الفين واثنين الفين وثلاثة المحل هذا كنت مأجر حق منه قعد يفكر قال اي اجرتح حق شباب اثنين اخوان عراقيين قالوا ممتاز شنو اساميهم قال والله ما اذكر قالوا في واحد قال عبد القادر قال لي نعم صح عبد القادر واخوه مغدام قالوا بس هذا اللي كان مأجر المحل وهو اللي قتل فوزي واللي حققنا معاه وافرجنا عنه لانه ما كان عليه اي دليل قاموا السلطات الاردنية وبلغوا السفارة العراقية اللي موجودة في الاردن انهم يتواصلون مع ابناء فوزي اللي قدموا بلاغ عن اختفاء في عام 2002 وفعلا تواصلوا معاهم وطلبوا منهم ان يجيبون ولد فوزي الى الاردن ليش يابون يتأكدون يابون ياخذون مننا فحص ويطابقونا مع الديان اي علشان يتأكدون ان هذه هل هي جثة فوزي فعلا المختفي ولا لا لما جاء الولد واخذوا منه التحاليل ولا هذه الجثة مطابقة ارسلوا كامل قضية الى العراق والعراق القوا القبض على عبدالقادر مرة ثانية وهني اعترف بالقضية بالكامل الصدمة في الموضوع ان مقدام ما جابه سيرته ابدا من بداية التحقيقات الى يوم القاء القبض على عبدالقادر واحترافه عبدالقادر هو اللي اعترف على اخوه مقدام وقال يبا انا ما كنت بروحي كان معاي مقدام وتم القاء القبض عليه كذلك وتم الحكم عليهم بالقانون العراقي بالاعدام بتهمة القتل مع السبق الاصرار والترصد هذه نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة